العبودية استعباد البشر طبعا دي حاجة مش محتاجة يعني ان احنا نثبت او ندلل او نقنع بعضنا بان هي حاجة صعبة جدا حاجة سيئة جدا 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 ومؤذية للانسان يعني يعني عندما كان البشر سلعة عبارة عن سلعة تباع وتشترى زي اي حاجة زي الاساس زي اي حاجة لكن السلعة من لحم ودم ومشاعر كانوا بيستغلوا كالات في الزراعة او الشيل او الخدمة بدون اي مقابل لكده طبعا لانهما عبارة عن الات كان هما ريبوتات وكان البشر زمان شايفين ان ده حقهم حق الاحرار على العبيد ان هما يطعوم والعبيد ما لهمش اي حقوق العبيد ما هم الا سلعة لما حد يحب يظهر نفسه كلطيف يقول لك ايه اكلوهم الاكل اللي انت بتاكلوه زي ما محمد عمل كده قال لكم ان كان اختيه تحت يده فليطعمه مما يطعم لو العبد اللي تحت ايدك مسلم فأكله اللي انت بتاكل منه ده يعني اخرهم بينما هذا الانسان اصلا مش محل نقاش ابدا دلوقتي واحنا النهاردة في القرن الواحد والعشرين ان هو من حق الحرية اصلا ومش من حق ان حد يستغله ومش من حق ان حد يعمله معاملة ما فيش حد الدم بتاعه مميز عن ايه دم الاخرين يعني الاحرار التي تجري في عرقهم كما كانوا يعتقدون سابقا دماء ارقى من الدماء التي تجري في عرق العبيد نحنت هؤلاء العبيد علشان تتصورها لازم تحط نفسك مكان واحد منهم لأي درجة هي مؤزية ومحطمة للناس لم يكن هؤلاء العبيد بكل هذه الاعداد على مر التاريخ لم يكونوا سعداء ابدا كانوا تعساء جدا 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 كانوا كائنات تعيسة ليس لها مستقبل لا تعمل لانفسها تعمل لسيادها ولا تملك من امر نفسها شيء وكانت نفسهم زي نفسنا كده كل وقت نتطلع الى ان احنا نسبة كيادنا ونسبة ذاتنا وننجح في الحياة ونحقق احلامنا ونبني اصر هم كان عندهم نفس الامال لكن بدون اي فرصة لتحقيق هذه الامال كانوا تعساءة جدا الاما وضعها اسوأ من وضع الرجل لانها بالاضافة لانها بتستغل في العمل الخدمة في كل هذه الامور بتستغل كمان جنسيا ودي كانت مصيبة كبيرة جدا على النساء الاماء ولم يكن يعني يسمع الرجال لانينهن ولا لشكوهن وكانت هذه المسألة من المسائل التي يجب ان يخجل الانسان منها ان الاما كانت تستغل جنسيا يعني بتغتصب كل ليلة او كل ما حلل سيدها ان يفعل وفي كتير من الاحيان كانوا بيجبروهم زي ما حنشوف على انهما يشتغلوا كمان في البيغاء في البيغاء يعني كمان يأجروهم المرأة اللي بتتعرض لتجربة الاعتصاب هذه تعاني بشدة يعني تعاني معاناة لا يمكن نوصفها ألم مبرح ألم نفسي مبرح وألم جسدي لكن الألم النفسي طبعا أكثر من أن يوصف يعني والوقتي احنا في العصر الحديث بنقدر نحس ونعرف قد ايه بتعاني امرأة تعرض لهذه التجربة أو كثير مننا بيعرف عارفين قد ايه امرأة تتعرض لهذه التجربة قد ايه بتعاني يعني لكن هذه التجربة كانت بتعاني منها كل امرأة تم استعبادها وكل امرأة كانت تبع وتشتر على مدى 1400 سنة لحد من أول الإسلام لحد النهاردة ما عندناش أي واحدة في القرآن ولا أي حديث من الرسول يلفت نظر لبكاء امرأة تعرضت للسبي او الاعتصاب باسم العبودية المؤسف ان احنا مش بس كده لا ده احنا عندنا العكس في هذا الكتاب كله اللي بيتناول قصص اللي هدهد والنمل وموسى وفرعون والسفينة ومش عارف ايه قصص كلها يعني لا قيمة لها وحديث كثير جدا عن الشركة وعن غضب الله أن يشرك به وأن يتخذ الناس من دون أندادا وأن يعبد الناس معه إلها آخر لا نجد أي تأثر ولا غضب لله بسبب دمعة امرأة انتهكت واعتصبت تحت باند العبودية بالعكس تعامل القرآن ببرود شديد جدا ليس مع اقتصاب الأمة ولكن اكبرها على بدعارة كمان يعني ليس مع اقتصاب الأمة من سيدها فهذا أقره القرآن لأن القرآن أقر أرل الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا هم أيمان ملوكات فإنهم غير ملومين يعني يأتوهم وينكحوهم زي ما هم عايزين هذا يسمى اقتصاب محمد نفسه في القرآن الله قال له كما يزعم يا أيها النبي أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك أحللنا لك المرأة التي امتلكتها مما أفاء الله عليك من الأهداع إليك الله بالسبي الفيء الغنائم السبي الفيء هو الجزء الخاص بالرسول من السبي من الغنائم فمما أفاء الله عليك النساء اللي اختطفن وسبين وانتزعن من أحضان أمهاتهن وأزواجهن وأبئهن وأبنائهن الله يقول لنبيه إن أحللنا لك أزواجك التي تتعجورهن وما ملكت يمينك ومما أفاء الله عليك اغتصبهم يا محمد اغتصبهم دول حلالك الله ملكك إياهم نحن مش بنتكلم هنا بقى عن كيف أن الله سمح بك لا الله تعاطى كمان بمتهى البرود مع خضية أسوأ من هذا بكثير أسوأ كمان من أن الواحد يشتري سبيه أو امرأة مملوكة من السوق أو أن هو يسبيها من الحرب أسوأ وهي المرأة التي يمتلكها إنسان ويجعلها تبيع الجنس من أجل أن مصالحها هو فتعامل الله ببرود شديد جدا مع هذه المسألة وكأن هذه المرأة التي تكبر على فعل هذا الفعل ليست من لحم ودم ليس لها نفس كأنها دمية ولا كأنها تشعر لم يشعر الله إلى معانتها لم يشعر إلى آلامية لم يشعر إلى أي شيء قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني ما تكرهوش النساء اللي انتم تمتلكوهم الفتياتكم يعني ماءكم المملكات على البغاء ما تكرهوهمش على الدعارة ما تكبرهمش على ممارسة الدعارة اللي صالحكم إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا علشان تجنوا مصالح وفلوس من وراهم ما تكرهوش أكسادهم علشان تاخدوا كفاية أن هما يكونوا ليكم أنتو بس لو هما كانوا عايزين يتحصنوا تخيل يعني هو بيتكلم عن اللي هي المرأة اللي مش عاوزة تعمل كده اللي مش عاوزة تمارس الموضوع ده يعني ما تكبروهمش على أن هما يكونوا اقتصابات لآخرين أنتو بس اقتصبوهم لتبتغوا عرض الحياة الدنيا علشان الفلوس وعشان المصلحة وبعدين ما قالش بقى يا للأسى سوف أرحمهن لأنهن تألمن لأنهن تعذبن لم يشر إلى هنا ولا إلى مشاريعهن من قريبين أو من بعيد قال ومن يكرههن فإن الله من بعد كراهن غفوهن رحيم أي بقى إنسان يجي يكلمني هنا عن الأخلاق وكيف أن الدين بصر أخلاق كله وبالعكس ده الإنسان أغلق كثير من البؤر والأبواب التي كانت يدخل منها على البشر الكثير من الشرور والألم بالرغم من الدين ورغم أنف الدين ومثال على ذلك مسألة العبودية الدين كان من العوامل التي جعلت العبودية مستمرة وتقاوم الذين دفعوا عن العبودية قاوموا باستخدام الدين لسنين طويلة جدا ولقرون حاولوا استخدام الدين لمنع تحريم العبودية وآتت حركات تحريم العبودية من المتنورين لا كما يزعم البعض أنها أتت من المتدينين بالعكس المتدينين رفعوا شعارات ورفعوا النصوص من كتبهم المقدسة تبيح هذه العبودية وتؤكد على حقوقهم كأسيات في العبيد فالمسلمين مثلا رفعوا هذه الآيات التي تقول حر بالحر والعبد بالعبد وانكيحوا الآيام منكم والصرحين من عبادكم وإيمائكم والذين هم لفرجهم حافظون على الأزواجهم أو مملكة آيمانهم ولا تكرهوا فتايتكم على البغاء كل هذه الآيات التي تقر العبودية وتؤكدها والحديث أيضا فمثل حديث النبي محمد أيام عبد أبقى من سيده لا تقبل له صلاة حتى يرجع إليه وفي أحاديث أخرى لعن العبد الذي يفر من سيده أيضا فرفعوا هذه الأحاديث ضد الذين حاولوا أن يحرروا العبيد وأنا أريد منكم التحقق ولكن الأمة الإسلامية من أواخر الأمم التي ألغت العبودية المسلمين في ترتيب الأخير ظلت هناك بلاد إسلامية تطبق العبودية حتى وقت قريب جدا 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 ثم حدثت انتكاسات بسبب وجود آيات في القرآن تحرد على العبودية واستعباد الناس كما رأينا من المجرمين في شمال العراق وأيضا في مناطق من سوريا وأيضا في مناطق أخرى من العالم هؤلاء الذين عادوا العبودية وعادوا السابق والاختطاف رفعين شعارات دينية وآيات قرآنية فالدين لم يتمكن من إلغاء العبودية كثير من الناس يقولون أن الدين مهد للغاء العبودية هذا غير صحيح يستدلون بأن الله قال فكوا رقبة أو جعل كثير من الكفارات يعادوا رقبة وهذه الأدلة هي بالعكس تماما تؤكد على العبودية وتؤكد على مشروعيتها وتجعل أيضا المؤمن مضطر إلى أن يكون لديه عبيد حتى يؤدي الكفارات فأنت تقسم يمينا وتحنث فيه فتحتاج إلى أن تعتق مثلا إذا أعتقد أنت بحتاج إلى أن يكون هناك سوخ للعبيد لكي تعتق تشتري عبدنا وتعتقه أو تكون هناك حركة للسابي ما فيما يسمونها الجهاد دائما يحتاج المسلمين إلى العبيد لكي يؤدي الكفارات هذا لا يقوض العبودية بل يدعمها وأنا أعتقد أن هذا كان ليكون أمرا بديهيا لو لا أن المسلمين تحت تأثير الانحياز التأكيد يعني لا يرون الأدلة التي ضد موقفهم أبدا ولا يفكرون فيها وعندما يبحثون فقط عن ما يبدو كأنه مؤيد لهم ترجمة نانسي قنقر